أهلا بكم في الحرة الليلة معكم ميرا القاس والبداية من الولايات المتحدة حيث لا تزال أنباء صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتصدر العنوين الفريق الطبي المتابع لحالة ترامب أكد أنه في تحسن مستمر وأنه قد يغادر مستشفى والتر ريد غدا الاثنين يأتي هذا بعد ساعات من نشر ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب صورة لوالدها دونالد ترامب وهو يقوم بمهامه الرئاسية من داخل المستشفى العسكري في ولاية ميريلاند الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب تستمر في التحسن ومن الممكن أن يغادر المستشفى غدا إذا استمر وضعه الصحي في الاستقرار هذا ما أكده الفريق الطبي الذي يتابع ترامب في المستشفى العسكري والتر ريد كما أكد الطبيب البيت الأبيض شون كونلي أن الرئيس لا يعاني من مشاكل في التنفس وهو يتحرك في غرفته بدون إعاقة هذا بالإضافة لعدم ظهور أي عراض جانبية للعلاج الذي تلقاه منذ أن تحدثنا المرة الأخيرة لا تزال حالة الرئيس تتحسن وكما الحال مع كل مرض هناك فترات صعود وهبوط الرئيس عانى لمرتين من انخفاض في نسب الأكسجين نقشنا أسباب ذلك والحاجة للتدخل مساء الخميس وصباح الجمعة عندما تركت الرئيس كان في حالة جيدة مع عراض خفيفة وكانت نسبة الأكسجين لديه تزيد على 90% وفي وقت متأخر من يوم الجمعة كانت لديه حرارة مرتفعة وعن نسبة الأكسجين تنخفض على 94% أوصيت بالأكسجين الصناعي لكنه أصر على عدم حاجته له وبعد قليلا ارتفعت نسبة الأكسجين وتحسنت حالته تصريحات الفريق الطبي جاءت بعد ساعات من نشر ابنة الرئيس إيفانكا ترامب على تويتر صورة لأبيها وهو يتابع العمل كالمعتاد في إحدى غرف الاجتماعات بالمستشفى وتأتي هذه الصورة بعد أن طمأن ترامب في ثاني تصريح له منذ إصابته بالفيروس الأمريكيين عن صحته وتعهد بالعودة قريبا لإكمال حملته الانتخابية في الماراثون الرئاسي متوعدا محاربة الوباء من أجل الأمريكيين وكل العالم مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشكل اختبارا حقيقيا لقدرته على الصمود في وجه المرض كما أعرب عن امتنانه لكل من سنده في أزمته الصحية وخاصة للطاقم الطبي الذي يقدم له العلاج مشيرا إلى أن حالة السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة هي الأخرى بالفيروس جيدة جدا وبشأن العلاج الذي تلقاه ضد كوفيد-19 قال ترامب أن ما يشبه المعجزات حصل له مع تلقي العلاج في بادي الأمر أود أن أشكر الفريق الطبي المحترف من أطباء وممرضات وممرضين في مركز وورد تريد الصحي أشكرهم جميعا على الإنجاز الذي يحققونه أتيت إلى المستشفى وكنت أشعر باعتلال صحي لكنني أشعر بتحسن كبير الآن فالفريق المعالج يواصل العمل بجد لاستعادة وضع الصحي الطبيعي لأن أمامنا عملا لاستعادة عظمة الولايات المتحدة وقد حققنا الكثير في هذا المجال وما زالت أمامنا خطوات علينا إنجازها سأعود قريبا وأنا متحمس لمواصلة حملة الانتخابية وبالطريقة التي بدأناها وأنا فخور بما قدمناه هذا وقد أعلن البيت الأبيض في بيان في وقت سابق إن الوضع الصحي للرئيس مستمر في التحسن وقد حقق تقدما حقيقيا منذ تشخيصه وبحسب البيان فقد انتهى الرئيس من جرعته الثانية من الدواء في هذه الأثناء يواصل أنصار الرئيس ترامب في التدفق على المستشفى الذي يتلقى فيه الرئيس الرعاية الصحية للتعبير عن مساندتهم له وللسيدة الأولى وتشجيعه لتجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها فرصة استغلها البعض للتعبير عن دعمهم لترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن للمتابعة من أمام مستشفى والتر ريد في ميريلاند ينضم إلينا مراسل الحرة رابح في لالي ومن البيت الأبيض ينضم إلينا مراسل الحرة هشان برار أهلا بكما أبدأ معك بداية رابح كيف يبدو المشهد لديك وهل من معلومات جديدة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرا دعني أولا أعود قليلا إلى تلك الإفادة الطبية التي قدمها الفريق المعالج للرئيس هنا في المستشفى العسكري منذ أيام ثلاثة حتى الآن تلك الإفادة قدمت الأخبار المطمئنة لأنصار الرئيس انتخابيا ولعامة الأمريكيين تلك الأخبار التي تقول أن حالة الرئيس الآن باتت جيدة جدا وهو المصطلح الذي استعمله عناصر أو أفراده والفريق الطبي وأن حالة الرئيس الآن لم تعمل تتير القلق بأي صورة من الصور وأن وظائفه الحيوية تعمل بشكل جيد ولذلك بالنسبة لهم أن بإمكان الرئيس وربما هذه هي الجملة الأكثر أهمية والأكثر لفت للانتباه في الإفادة الصحفية هو أنه بات بإمكان الرئيس ربما أقول ربما لأن المسألة تتعلق بقرار طبي وفق حالة التحسن التي تحدث في حالة الرئيس ربما سيكون بإمكانه العودة إلى البيت الأبيض غدا الاثنين واستكمال العلاج من هناك هذا على مستوى الإفادة الطبية بالنسبة للحالة الصحية للرئيس على مستوى المشهد القائم أمام المستشفى وهو مشهد قائم طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة دعني أشير إلى أنصار الرئيس حولوا المساحة المقابلة عند المدخل الرئيسي للمستشفى إلى ساعة لتجمع انتخابي تجمع انتخابي بالنسبة لهؤلاء يقولون أن الرئيس أو المرشح المفضل بالنسبة إليهم لن ينتصر فقط صحيا على هذه الأزمة الآن بل سوف ينتصر سياسيا من وجهة نظر هؤلاء أن الرئيس ترامب نجح فعليا في إدارة الأزمة أزمة كورونا وأنه لم يقطع الصلة بأنصاره ونزل إلى الحديث لهؤلاء سواء عن منجزه خلال الأربع سنوات الأولى أو عن ما يريد إنجازه في الأربع سنوات المقبلة إذا تم إعادة انتخابه ميرعا يعني نتابع صورة المشهد من خلفك وكما ذكرت هؤلاء هم أنصار ترامب ولكن بالنسبة لأبواق السيارات أو زمامير السيارات هل هي أيضا مؤيدة لترامب؟ بالفعل المشهد هنا ميرعا بالمناسبة هو لم يتوقف طيلة الأيام الثلاثة سواء في الليل أو سواء في النهار حتى هناك بعض أنصار الرئيس من يقضوا الليلة كامل نائمين أمام المستشفى العسكري هناك من جاءوا من منطقة واشنطن الكبرى الولايات المجاورة للعاصمة واشنطن ميريلاند أو بلسنفينيا حتى أو فرجينيا إضافة إلى سكان العاصمة واشنطن وآخرون جاءوا من ولايات بعيدة قابلت وتحدث إلى بعض أنصار الرئيس الذين جاءوا حتى من كاليفورنيا أولا لإظهار التعاطف مع الرئيس وعائلته في هذه المحنة وتانيا لإظهار الدعم الانتخابي هناك مسألة يؤكدون عنها في كل حديث وفي كل لقاء وهما أن الحالة الصحية للرئيس لن تقلل من حماستهم في الحملة الانتخابية ولن تقلل من اندفاعهم في سبيل الدعوة للتصويت للمرشح دونالد ترامب في انتخابات الخريفة عفوا في انتخابات الشهر المقبل لذلك المشهد الآن هنا أمام المستشفى العسكري بوجهين هناك الوجه الطبي وهناك الوجه السياسي الوجه الطبي يقول هؤلاء أن أخبار صحة الرئيس جيدة أما الوجه السياسي الآن هم يأملون أن عودة الرئيس الآن إلى البيت الأبيض هي مؤشر آخر لعودة الحاملة الانتخابية إلى حماستها كما كان قبل إعلان رصابة الرئيس بفيروس كورونا ميلا أنتقل إلى هشام برار مراسلنا من البيت الأبيض هشام إن كانت هناك تصريحات صدرت أو قد تصدر في الساعات القادمة حول الحالة الصحية للرئيس ترامب وخصوصا أن الأطباء تحدثوا اليوم عن إمكانية خروجه غدا من المستشفى وطبعا هذا ما كده مسؤول هنا في البيت الأبيض تحدثت لهم بعد المؤتمر الصحفي للتقم الطبي للرئيس الأمريكي المشرف على حالته الصحية وهما أنهم هناك تفاؤل حذر يعززه تصريحات الطباء بأن حالة الرئيس الأمريكي في تحسن وأنه يخضع إلى علاجات فعالة على حد المسؤول ويشير بالتحديد بمزيد من التوضيح إلى ذلك المنشط المضاد للالتهابات ديكساميتازون هذا المنشط يقول المسؤول هدفه هو تعزيز وظائف الرئيس الأمريكي حتى يغني عن الحاجة إلى الأكسجين علما أن الطبيب الرئيس الأمريكي أقر بأن الرئيس لجأ إلى الأكسجين إضافي لترين من الأكسجين الإضافي لمدة ساعة يوم الجمعة لكنه أصبح في تحسن ولوجود لضيق في التنفس هذا المنشط يقول المسؤول سيسمح للرئيس الأمريكي باستكمال العلاج هنا في البيت الأبيض إضافة إلى الجرعات المتبقية في بروتوكول الخمسة أيام من ريميدي سيفير العلاج الذي يقدم للرئيس الأمريكي جدير بالذكر الإشارة إلى أن قبل حديثي مع المسؤول تحدثنا أيضا إلى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين الذي أكد بأن الرئيس الأمريكي سيشارك اليوم في مؤتمر افتراضي عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي وأيضا أوبراين حيث يتوجدان هنا في غرفة العمليات والرئيس الأمريكي في الجناح العسكري لإطلاعهم لإطلاع على مسجدات في الأمن القومي على رأسها لقاء لأوبراين مع نظيره الروسي حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية من المفترض أيضا أن نسأل عن الحالة الصحية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب إن كانت هناك أي معلومات طبعا تحدثنا أيضا المتحدة باسمها ستيفاني جريشم التي أكدت بأنها بصحة جيدة وتحسن مضطرد منذ إعلان إصابتها بهذا المرض طبعا الرئيس الأمريكي بنفسه قال مازحا بأن عمره بياء صغر منه بقليل فقط في الإشارة أن السيدة الأولى عمرها خمسين عاما عمر الرئيس الأمريكي أربعة وسبعين عاما فبالتالي عمرها يسمح لها بالتعافي بوتيرة أسرع من الرئيس الأمريكي وعرضها حتى الآن وفقا لإعلان البيت الأبيض والمتحدث باسمها أعراض طفيفة وفي تحسن مستمر شكرا جزيلا لكم مراسلات حرة من البيت الأبيض ضهي شامبورار ومن أمام مستشفى والتور ريد في ميريلاند رابح فلالي شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر